ومن فوائد الآية الصراحة والوضوح في الدعوة إلى التوحيد والتفصيل ولو لم يكن التفصيل في الدعوة إلى التوحيد واجباً لما قال الله أن يعبد الله ثم قال واجتنب الطغوط لقال الله أن يعبد الله وهذه تقتضي عدم عبادة غيره صحيح أن يعبد الله ولكن قال الله عز وجل أن يعبد الله وقال واجتنب الطغوط ومن فوائدها أيضاً أن من عرف توحيد الله تبارك وتعالى وعرف حق الله عز وجل وعرف حق الله عز وجل لم يصر مسلماً لم يصر مسلماً حتى يكفر بالتوغيط وبعبادة غير الله لأن الله قال أن يعبد الله وقال واجتنب الطغوط وما يفسر هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام فقه علاج جميع المشاكل التي على وجل الأرض والتي واجهت أممهم وقبائلهم وعرفوا أن الحل لجميع المشاكل البداءة من أساس المشاكل وهو البداءة بأصل المشاكل وأمها ومسببها الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الطواغيط الآن الجماعات في الساحة كثيرة جماعة الإخوان المسلمين جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة حزب التحرير حزب الأمة حزب الاتحاد الديموقراطي إلى آخر وكلهم يدعي ويزعم الإصلاح الإصلاح عند الرسل جميعا 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 بلسثنا أن تبدأ بإصلاح العقيدة قبل التبرج لأن الحجاب ما فرضه إلا في السنة الخامسة من الهجرة يعني بعد طمنطاشر سنة من الإسلام إذن الداعية الذي يجعل من بره في كل جمعة إلى أن يموت حديثا عن التبرج والحجاب خالف هذه الآية وبالتالي خالف دعوة جميع الأنبياء والرسل جميعا ترجمة نانسي قنقر